فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله والثالث والثالث رجل جاهد جاهد في سبيل الله قاتل الكفار وأبلى في قتال الكفار لكنه لا يريد وجه الله وإنما يريد أن يقال هو شجاع وجري فيتابه يوم القيامة يقول الله ماذا عمل فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت استشهد جاهدت فيك حتى قتلت هو في نيته أن الناس يمتحون لقال هو جري فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت لي قال هو جري وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار هذا هو الرياء يا عباد الله فلنحذر أن يدخل الرياء أعمالاً ولكن حكم إن الإنسان بشر فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له حب الثنى وحب المدح يتظاهر بالعبادة ليمدحه الناس وهو أصله لا يريد الرياء أصله بدأ العمل لا يريد الرياء لكن جاءه الشيطان في أثناء العمل وأغراه بحب المدح والثنى فدخل في قلبه شيء من ذلك فهذا إن تاب إلى الله في الحال واستعاد من الشيطان ترك الرياء وواصل الإخلاص لله في العمل إنه لا يضر وأما إن استمر معه الرياء فإن عمله يضطل لأن الرياء يضطل العمل لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى والله إنما يقبل ما أريد به وجهه وحده لا سريك له فهذا مما يخل بالعقيدة قد يخفى على بعض الناس هناك أشياء يمارسها الناس ويتخل بالعقيدة مثل الذهاب للسحرة والكهان لأجل العلاج عندهم والتداوي عندهم بحكم أنه أصيب بالمرض فيريد أن يعالج هذا المرض لا حرج عليه في العلاج قال صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام لكن إذا تعالج بالأمور المباحة فلا لوم عليه قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواءا علمه من علمه وجهله من جهل لا لوم عليه إذا تداوى بالدواء الذي أنزله الله سبحانه من الأدوية المباحة والرقية الشرعية والأدعية لا لوم عليه في ذلك هذا سبب من الأسباب المباحة أما لو أنه أراد أن يتعالج بأمر محرم فهذا لا يجوز أن يتعالج بالذبح لغير الله عند الكفان والسحرة أن يتعالج بالطلاسم أن يتعالج بالأمور الشيطانية من أجل الشفاء فهذا تداوى بأعظم الحرام والشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنة ورواه مسلم في صحيحه من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولا يجوز الذهاب إلى الكفان من أجل العلاج أو من أجل سؤالهم عن المغيبات أو عن مستقبله ماذا يكون متى يتزوج متى يسافر متى متى يذهب إلى الكفان هذا شرك بالله عز وجل لأنه ذهب إلى الذين يدعون علم الغيب ليسألهم عن مستقبله وعن أموره فهذا لم يتوكل على الله ولم يؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى كذلك قد يصاب الإنسان بالسحر والسحر مرض خطير وقد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر عليه الصلاة والسلام على يد اليهودي ولكن علاجه إنما هو بالأمور المباحة علاجه بالرقية الشرعية علاجه بالأدوية المباحة ما أنزل الله دواء إلا ما أنزل له دواء أما علاج السحر بالسحر فهذا كفر كفر بالله وإفساد للعقيدة قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له لا يجب الذهاب إلى السحر بحال من الأحوال لأنه إذا ذهب إليهم فقد رضي بعملهم وعملهم كفر بالله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تعليم السحر وتعلمه إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أدل على أن السحر كهر تعلمه وتعليمه وكذلك العلاج به فلا يجد للإنسان أن يذهب إلى السحرة ليتعالج عنده من السحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من المرض ومن الجراح وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام لكنه تعالج بالرقية أتاه جبريل عليه السلام فرقاه وعوده بالقرآن بالإخلاص والمعوذتين فشفاه الله عز وجل هذا هو طريق العلاج من السحر السحر يعالج بالقرآن بالأدعية بالأدوية المباحة ولا يجوز أنه يذهب إلى السحر ليتعالج عندهم فكيف يعالج المرض البدني بالمرض العقدي والعياذ بالله كيف يعالج مرض بدنه بمرض قلبه هذا من الانتكاس عليه أن يتوكل على الله ولا يقنط من رحمة الله وأن الشفاء بيد الله وأن الفرج قريب يحسن الظن بالله مع فعل الأسباب المباحة والله جل وعلا قريب مجيب ولا يأس ولا يقنط لكن يحافظ على عقيدته أكثر مما يحافظ على حياته وعلى بدنه فإنها إذا فسدت عقيدته خسرت دنيا والآخرة وظل ضلالا مبينة يجب التنبؤ لهذا كذلك مما يخل بالعقيدة هو التطير وهو التشاؤم التشاؤم بالأشياء التشاؤم بالطيور التشاؤم بالأشخاص التشاؤم بالدواب والبقاع هذا هو التطير وهو يدل على ضعف العقيدة لأن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يتطير قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا يعني يقع في نفس الإنسان الإنسان بشر فقد إذا رأى شيئا يكره أنه يتشاء به ماذا يعمل عليه أن يتوكل على الله ولا يترده الطيرة عن شغله لا ترده الطيرة عن شغله بل يتوكل على الله عز وجل